عام مضى على اتفاق رياضه ذلك الاتفاق الذي مهد لشرعنة الميليشيات المقالبة على الدولة جنوبا وإضعاف الشرعية اليمنية ونقل الشقاق داخلها وبالرغم من أن الاتفاق جاء لإنهاء الانقلاب الثاني في عدن إلا أن ذلك لم يتحقق بل تعززت سلطة الميليشيات الانفصالية المدعومة إماراتيا وأصبحت عدن وسقطرة بشكل كبير خارج سيطرة الدولة اليمنية وإلى جانب تعزيز النفوذ العسكري والأمني للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا منح اتفاق رياض المجلس فرصة لتسويق مشروعه الانفصالي في عواصم دول التحالف التي زعمت أنها تدخلت لحماية اليمن ووحدته وسلامة أراضيه وفي المقابل لم تعد تخفى على أحد حالة التشضي داخل الحكومة الشرعية بسبب ذلك الاتفاق الذي يضع المسلمات الوطنية على المحك فحالة الانقسام أصبحت واضحة أكثر من ذي قبل بين تيارين داخل الشرعية الأول يؤيد سياسات أبوظبي والرياض التدميرية والثاني يدعو للتصدي لها معين التحالف متمسك به أنت تعرف أن في آلية تشريع اتفاق الرياض المادة الأولى تعيين معين عبد الملك رئيس المجلس الوزراء ويتضح هذا التشضي من خلال الحكومة التي كلف معين عبد الملك بتشكيلها فهي بنظر التيار المناوئ لسياسات الرياض وأبوظبي التآمرية خطوة لطي صفحات الرئيس هادي وشرعيته واستبدالها بشرعيات متعددة تقدم أجندة الدولتين وتقضي على حلم الدولة الاتحادية وبالنظر إلى المؤشرات الحالية يتضح أن الإمارات والسعودية تتجهان لمحو الشرعية تدريجيا واستبدالها بأخرى لا مشكلة لديها مع الاعتداء السافر على السيادة اليمنية كحكومة تصريف أطماع ليس إلا ويبقى السؤال أما آن الأوان لإعلان فشل هذا الاتفاق الذي يمنح الانتقالية شرعية لا يستحقها وهل ستكون الحكومة المرتقبة هي القشة التي ستقصم ظهر الشرعية المعترف بها دوليا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر